أستاذ مجدي أبو عمير أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا وأهلاً وسهلاً في أعتقد مكانك أنت في هذا الستوديو أنتكت الكثير من أعمالك الدرامية وعصرت هذا المبنى يعني من أنت صغير كمان أهلاً أهلاً وسهلاً بحضرتك أنا سعيد معي الوزيرة ودكتورة درية وأحد أعملة الإعلام المصري والعربي لأن أنا عصرت من نادي السينما حتى الفضائية المصرية حتى قطاع الإنتاج حتى توليكي وزارة الإعلام في فترة من أحلك الفترات لكن قدرتي تصمدي وتناضلي وخرجتي بشكل جميل أوي شكراً يا أستاذ مجدي خرقتي بمشاكل المبنى بشكل ديبلوماسي لأن حركة غير إعلامية ديبلوماسية من الطراز الأول أحنا الحقيقة كلنا تربينا في هذا المبنى الجميل أهلاً وسهلاً بحضرتك طبعاً معنا وأهلاً وسهلاً في بيتك مرة تانية أهلاً بك فان تفتكر إيه عن هذا الاستوديو؟ استوديو عشر ده بيمثل ذكرى رهيبة استوديو كان وأضخم استوديو في الشرق الأوسط أنا كنت مساعد مخرج بدأت فيه وأنا مساعد مخرج في المسلسل الديني العظيم محمد رسول الله الخمس أجزاء اللي هو بيبدأ من قصة سيدنا إبراهيم وينتهي بقصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زكريات رهيبة كنا نحن عمل كبير عمل ضخم وكان بيتزح في رمضان وكانت المحطات العربية بتتسابق في تشريه والاستوديو ده حتى كمان كان فيه باب هنا كنا بندخل الحصنة والجمال جوه اللوكيشن هنا كمان هو فعلاً استوديو ضخم جداً ومرتفع للسطف فاستوديو يحمل زكريات كثيرة ثم لما تحولت من مخرج منافس إلى مخرج برضو اشتغلت في أعمال جميلة رائعة بعتز بيها وهي اللي كونت اسم مجد يا بواميرا كمخرج